كثيرا ما تخدعنا المظاهر البراقة وتخفى علينا الحقيقة الباطنة لكن الله تعالى لا يخفى عليه ظاهر ولا باطن في الأرض ولا في السماء سبحانه لأنه تعالى الخبير فالخبير هو العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية وهو الذي أحاط علمه ببواطن الأشياء كما أحاط بظواهرها قال تعالى عن يقمان عليه السلام يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وهو الخبير الذي لا يجري في الملك والملكوت شيء ولا تتحرك ذرة ولا تسكن ولا يضطرب نفس ولا يطمئن إلا وعنده خبره ويقترن اسم العليم باسم الخبير في القرآن لأن العليم هو الذي يحيط بالمعلوم والخبير هو الذي يعلم بواطنه وخباياه ففي اقترانهما تأكيد لشمول علم الله جل وعز قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيف ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فمن آمن بأن الله خبير اتقاه وأحسن عمله خشية عقوبة الله المطلع على بواطن أموره وظواهرها قال تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وليحذر المسلم من أن يعمل في السر ما يخالف العلانية لأن الله خبير بسره وعلانيته قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إن تشريع الخبير مشتمل على الحكمة سواء ظهرت لنا أم خفيت علينا لذا يجب علينا التسليم بشرعه قال تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير اشتركوا في القناة